على جانب اخر ايضا توتنام بتسمح للكوريا الجنوبي سون هيونج والهولندي برجوين بالعودة لبلادهم في ظل طبعا توقف الدوري الانجليز ده كان بيان عمل نادي توتنام بسمح للاتنين وقال ان اللاعبان سيتابعان خوض برنامج التدريب الخاص بهما خلال فترة غيابهما عن الفريق طبعا كان سون تعرض لاصابة بكسر في دراعه بعد الاصابة تعرض لها في مباراة فريقه امام اسطن فيلا لو تتذكر نروح بره